بريف حمس اعثرت الجهات المختصة اثناء تمشيتها مزارع القريتين بريف تدمر على معمل لتصنيع العبوات الناسفة وصواريخ مختلفة الانواع واجهزة اتصال وادوية مسروقة ومهربة اثناء قيام وحدات الجيش العربي السوري بعمليات التمشيت والتطهير في بساتين ومزارع القريتين تم العسور على كمية كبيرة من الاسلحة والذخيرة عائدة لتنظيم جبهة النصرة اضافة لمصنع لتصنيع العبوات الناسفة ومشفى وسيارة اسعاف ومعدات طبية اجنبية متنوعة ومنها تركيا معنا احد بواسل الجيش العربي السوري حكي لنا كيف تم ضبط هذه الكمية من المواد الزخيرة والاسلحة اثناء متابعة وحدات الجيش العربي السوري لتطهير مزارع القريتين تم العثور على مصنع العبوات الناسفة وبداخله كمية كبيرة من العبوات وتم العثور على مشفى وسيارات اسعاف ومعدات طبية بالاضافة لكمية كبيرة من الاسلحة والذخيرة عنا مدافع الهاون صواريخ حرارية مختلفة الاوزام والاحجام شرائح تي انتي عبوات ناسفة مختلفة الاوزام قزائف اربيجي بالاضافة للحشوات صناديق زخيرة صواريخ حرارية مثل ما نحن شايفين عبوات ناسفة مستوردي من الخارج شديد الانفجار قواعد اطلاق صواريخ عبوات ناسفة صغيرة الحجم اجهزة لاسلكية مع قواعد شحن مواد متفجرة سائلة اجهزة بطس فضائي اجهزة تفجير عن بعد شعارات تعود الارهابي جبهة مصر اشريطة الدخيرة لرشاش 12 و7 صناديق صواريخ عبوات ناسفة مختلفة الاوزام اشتركوا في القناة